السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض الثلاث مواقع بيستخداموا الزكال الصناعي في ان هما يعملون بحث اكثر دقة وشمولة. فاحنا بنعمل بحث علمي بندور على معلومات. فالثلاث مواقع دول بيستعدون بشكل حلو ان هما يلخصونا الابحاث المقبودة. يقولون على اهم الابحاث. مثلا عايزين لابحاث عن التطور عن الزكال الصناعي. فهو يبدأ يجيب لك اهم الابحاث اللي انت مكنت تستعين بيها في البحث بتاعك. ده اول موقع وده مجرد بس تقوله ايه الموضوع اللي انت عايزه ويبدأ يجيب لك اهم الابحاث اللي انت ممكن تساعدك في البحث بتاعك. بالشكل دوت هو مجرد ان انت تسأل اي سؤال انت عايزه. فهو بيخش على قاعدة البيانات ويبدأ يجيب لك البيبر هيت وتتكلم عن ايه والملفات البي دي اف وتعمل سالكام وفيه كام واحد اتبس منها. وتقدر تزود معلومات بحيث ان انت تتفلطر اكتر. الموقع التاني ده بيعملك الابحاث بالشكل دوت تمام يعني انت مثلا عايز تتكلم عن فيبلي يجيب لك كل الابحاث اللي مرتبطة بالموضوع دوت. في شكل دواير مرتبطة ببعض او خلايا عصبية مرتبطة ببعض. تمام ممكن تتدور مثال العنوان البحث او الرقم بتاعه الدي او اي. او لو انت في الموقع دوت لقيت بحث معين فتاخد اليوري اللي بتاعه وتحطه هنا ويبدأ ان هو يعمل لك الجريف. تمام? عليكم مسلا عايزين نتدور على الديب ليرنينج. يبدأ هو يعمل لك الشبكة بتاعت الحاس المرتبطة بالموضوع بتاعها. ممكن بها تقول له انا عايز هناك كونكتة جيبر بالورقة دي ايه الورقة دي اهم ورقة. هتبدأ تشوف ايه الورق اللي بيكتبس منها او الاوراق المرتبطة بيها. في اعملها بشكل جريف جميل. كونكتة جيبر. في اعملها بشكل دوت في كل ما تقف على نقطة هيبدأ يجيب لك الورقة بتاعتها ويجيب لك المعلومات اللي انت باكت سابقا منها. برضو من خلال الذكاء الصناعي بيبدأ يجيب لك الحاجات المتعلقة ببعض او مرتبطة بالورقة اللي عجب عليك. سوى اكتبسوا منها او هي اكتبست منهم وكذا. فدول بيعمل لك ترتيب للافقار والوركفلو. فتمنى اتخذوكو التلات المواقع دول.